ما أعلنه رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بكون مشاركة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 23 سنة في منافسات بطولة إفريقيا للعبين المحليين مرتبطة بالسماح لطائرة الخطوط الملكية المغربية بالنزول في مدينة قسنطين الجزائرية أكده الرجل مجدداً معلناً أن طلب الجامعة تم رفعه إلى الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم لقجع الذي كان يتحدث في ندوة التصريح الحكومي قال إن دفتر تحملات البلد المنظم ينص على تقديم كافة تسهيلات للبلدان المتأهلة من أجل المشاركة في التظاهر والمطلوب الآن هو هبوط الطائرة المغربية في العاشر من يناير القادم في مطار قسنطينة نافياً أن تكون الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد طلبت رحلة خاصة نحن اللي طلبناه على أكس ما تم الترويج له خلال 24 ساعة الماضية هو أن الطائرة اللي غادي تنقل الفريق الوطني يوم عشرين نير إن شاء الله أنه تكون عندها ترخيص تنزل في مطار قسنطينة وهي المدينة اللي غادي يلعب فيها الفريق الوطني وبطبعة الحال ناقل الرسمي لمنتخبات الوطنية كلها هي الخطوط الملكية المغربية تالي اليوم ننتظر رداً رسمياً من الكاف تصريح فوز لقجع جاء توضيحاً لما صرح به رئيس لجنة تنظيم شان الجزائر رشيد أوكاري الذي أعلن في ندوة صحفية أن دفتر الشروط الخاص بتظاهرة رياضية من مثل بطولة الشان ينص على أن مستضيف المنافسة ملزم فقط بتأمين تنقلات وفود المنتخبات المشاركة داخل التراب الجزائري في سياق متصل نقلت قناة بين سبورت الرياضي المتخصصة عبر موقعها الإلكتروني عن وزير الرياضة الجزائري في تصريح خصها به قوله إن الجزائر توصلت بطلب من الكاف بشأن قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي طالبت بتوفير رحلة مباشرة إلى قسنطينة مضيفاً أن السلطات الجزائرية ستجيب الكاف في غضون 24 ساعة شكراً لك الزميل الحسن الجابري في